السلام عليكم معكم شف والد ان شاء الله تكونوا بخير وفصحة جيدة رجعت لكم اليوم بوصفة جديدة وصفة كان لي يعرفها كان لي يعرفهاش اليوم خديت لكم هذه الوصفة اللي عندها فوائد بل بزاف خليتهم لكم في اخر الفيديو الدخل الاخر الفيديو كيتكملوا الفيديو تاع اليوم شوفوا اخر الفيديو اعطيت لكم كل الفوائد تاع الرجيلة الرجيلة هادية كل منطقة كفش تسميها تنود مستقيان كي يسقيوا الناس الخضرات حول مثل الزرودية بطاطة اللفت القراءات كي يسقيوا في اسم وفا في الحبود تاعهم هذه تنود معنا ربي سبحانه وحدها ما يغرسوها ما والو فيها فوائد عجيبة لازم عندكم كنس في البيت لازم تغنط تغنط تغنموا الفرصة وتاكلوها ناكلها بالبزاف وتغفرها في كل مكان ليبيعوا السلق كتحت شرو السلق قولوا لهم اسكوكاين الرجيلة يقولوا لكم باسكو ما كاش واحد لي ما يبيحاش ورانا في الوقت تاحا وقت السقيان تخطي هنا نحكم كما راكم نقولوا بسم الله الربطة تاع رجيلة تاي ونديلها هكذا تم تم تتنقاهية تحكموها هكذا ملتحت وتتجبدو تحكموها هكذا ملتحت وتتجبدو أنا أخذتها اليوم مع السلق قديت ربطة تاع رجيلة هدية نزد ندير معها حوالي ربعة ربطة تاع السلق نعرفوا بليك السلق كن طيبه راح تنقص كمية تعوه سيبورسات ديت ربعة ربطة تاع السلق هكذا كم يقولوا عشاء ولا فطور بحجم عائلي نحكم هديك الرجيلة نخسلها كما نخسل السلق سوى سوى ذوك هدي الوصفة يعني أحبكم كامل تجربوها تشربو الرجيلة كاين بزاف اللي يعرفو احنا في العاصمة هنا يا ما كاش لي ما يعرفش رجيلة قايا عرفو رجيلة مناطق الأخرى بار اخزامل الغرب واللنس الشرق معنى بليش اللي يعرفوها لا ما يعرفوهاش ميتصيبوها متوفرة تروحوا كاش واحد غارس كاش حاجة ولا تقولوا له أعطينا الرجيلة يعطي لكم بسك متوفرة في كل وقت في كل موسم بسك تنوض معنى ربي سبحانو مكترة تسقي يعني يسقي بزاف الجنان تاو تنوض هادو توجر فليكوتي في الوعدة تسقي فيه توجر تنوض درجيلة شوفوا شللتها بيان هكذا قلت لكم كامل وش لازم عليها كشللتها بيان نقطرها كما راكم جوفوا هكذا نقطرها كامل المهم تكونوا تشلوها بيان تماما هكذا نقطروها ومن جهة أخرى وقلت لكم حبيتنا أخذها مع السلق الطابق مع السلق يجيب الزاف مليها تقدرو ديلوها كوم صالات بار اكزامل صالات ديلو الشلاطة تاعكم وهذه تتلقوها في وسط الشلاطة وتاكلوها تجيب الغرف بنينا وانا مش عالكي سنل بنا ولا بصح الفوائد التوحى عجيبة تحميم السراطان مليحة العقم مليحة الدرالي صغار حاجة بزاف مليحة عمالي بلي كون ديلوها جو قطلكم انا سبيشيالي تاعي ليجو تقدرو ايبا هذي الرجيلة ديلوها في ليجو تابعكم واحد ما يفي قبل يدرتو رجلتاكم تقدرو مع النعنا كديرو مو خيطو مع النعنا تتلقو كوم شاتع الرجيلة تحت داخل مع النعنا وميكسيو دوكتوما تعرفوا كيفاش تجيري وانتوما روحكم بلا ما تفيقو وهكذا الفوائد العجيبة تمدوها الاطفال باش ما ينمردو لكمش وتكونوا وقايا خير من العلاج نقسم السلق التاعي كما راكم جوفو هنايا السلق لكم راهو فريشك وهو شريته جديد تمتمويت ترتق وحده دوكتو حوالي ربع ربطات نقسمهم كامل ونخسلهم في الماء دوكنا ندير هذي الكمية الليلة تاعي ونكمل نقسم كامل الكمية اللي عندي ونعود نرجع لكم فوالا هنا كما راكم شوفو خسلت السلق التاعي كامل شوفو هنا نحب كي يكون نقسل في السلق بسك بس نحيله كامل هذيك الجاراتين هذيك باع عوشة صغيرة هذيك هذيك الحالة زونة صغار هذيك نحيهم كامل نقسلو جس خطرات للخطرات المهم نغسلو ببيان نعرفوا بليك السلق فيه التراب بتاعه في هذيك البرودويتا اللي ينحو الباعود اللي يرشو بهم في الجنائي انت وحهم دوكسي وغسلوهم ملح تقدروا ديلو حتى قطرات جعفال هذيك الماء هكذا بشتاسيوري وبليك السلق تاعكم انه هو مخصول ببيان انا نغسله كامل هكذا يا شوفو كنت نغسل فيك ش هذا شوفو كفاش رجعتو يلمع هذيك غسله ببيان اشاك فنفيري فين قول بلك فكش تلعب ولا فيكش عفسة بسح مصبتو فيهوالو ذوك شللتو بيان كي اسويري تبليك شللتو بيان فتحت العين تاعي ونجوزو تحت العين هكذا يا نقطروا بيان ونديرو فكاش باسينا ولا فكاش ويعا ولا كاش كاس كبير هكذا يا حتى نغسله كامل ذوكانا يكمل نغسل السلق تاعي بيان ونروح ونشوفو الوصفات عنا تنهار اليوم نغسل السلق تاعنا كامل يجي فيها كما راكم تشوفو نوضع فيها هذيك الرجيلة هي اللولة اذا ما كانت عندكم متوفرة على الرجيلة تقدروا تديرو في مكانها سلق برك هذا ما كان مي اذا كانت عندكم متوفرة على الرجيلة انا بالعاني حبيت ندلكم الرجيلة بش نولي لكم الفوائد التوحى بزاف ملاح وما حشت في قولها كما في الأقل تاعكم هنايا نوضع رجيلة ونوضع فوقها السلق نشعل النار غير نار تكون قليلة وندير حوالي فوق هذا السلق حوالي ربع كاس تاع الماء كذا مش متحرق ليش ونروح ونوجدو الدرساتنا هنايا نحب نطيب السلق ورجيلة تايا هكذا سحبت زاير حنا هكذا نطيبوها شغل جنرال موت روح وكل بيت يطيبو السلق ورجيلة بهذه الطريقة ناخد دراسة التوم هكذا نقشرو كامل نحققو جاه راس كبير وهي تحب التوم الدرسات تحب التوم ننقي كامل التوم تايا هكذا كما راكم جوفوا معي ونديرو في الأشواق تايا هكذا نكمل ننقي كامل التوم ونرجع لكم ننضر فوق حوالي ربع كاس تاع الزيت وعلى ربع كاس تاع الزيت ننضر فوق ايزي بيس لازي بيس ليهو مال الملح العكري وفلفل الكحل ننضر شوية فلفل الكحل حوالي نصف ملعقة قهوة فلفل الكحل ننضر فوقهم نصف ملعقة قهوة تاع الملح ونجد ملعقة أكل قهوة تاع الزيت في الفلع كري الفلع كري حلو مشي حار وملاقة تقريب ملاقة قهوة تاع الملح بس ك ما اعرفو بليك السلق يشد الملح تاعنا دوك بسيون ما كثروش بزاف الملح كي تكونوا طيبو في حذوق هذيك العصوص اذا سبتوها ماشي ملاحا زيو شوية عمل مشي مشيو شوية الملح ما تكثروش برك أو ديبيو الملح نخد هذيك تماطيش الطماطم طيبتها في القناة الطماطم طيبتها في كونجيلاتور جبت واحد من ساشة كونجيلاتور كما رأيكم ترونه وضعت الطماطم وضعتها الداخل قولوا حوالي نصف كاستة طماطم شوفوا كيف أجدتني هذيك الطماطم قرض هايلا نطيب غير بيانا قلت لكم خلاص الطماطم لا نشري ندير غير هذيك الخدمتها لكم في القناة افار هذيك من استعملات الطماطم ما تخشغل للدار نعرفوا بي الطماطم يجدوك الزيت تطلع وهكذاك تكون محتفظة في كونجيلاتور تجبدو طيبو الطيبتها رح يجيكم قرض مليح هنا الدرساتي هي رحيتها كامل هذيك التوم الترحى هذيك مكونات تجانسوا مع بعضهم الزيت و الازي بيس وهذيك الطماطم شوفوا كيف أجدتني الدرساتي نروح هذيك السلق هنا يلقيتو بليك بداي دبال بسك السلق تمتمي بداي دبال بخدت لكم في الاول درت له اربع كستع الماء هذا ما كان تكتره شلمة اسمي طيب هذا ما كان ونضيلو الدرسات هذيك من الفوق شوفوا كيف عش دخلوا الدرسات من الفوق هذي الدرسات جيب بنينة الحاجة اللي تجيب الدرسات جيب بنينة تقدروا تانيك ديلو لها واحد فلفل حار هذيك فلفل قناوة هذيك الصغير الأحمر اتجيكم تاني مليحة انا هنا زدرت له واحد فلفل قناوة بس حنسيت اقتاشر مويته واقل من الاخر كامل المهم دلت واحد فلفل قناوة او لما تحبوش تاكلوا الحار لا تديرو سبس حولا تحبو تاكلوا الحار ديروا فلفل قناوة يجيكم مليح واحد بركيك فيه هنا يا خليتها النار هي متوسطى خليتها تطيب في عقلها ما تزيدوا لها نيما نيوالو بس كالسلق يطلق بنفس الماء والرجيلة تانيك تطلق الماء دوك ما تزيدوا نيما نيوالو خليتها تطيب بعقلها هكذا وريت لكم كامل لما راحلت طيبتها نزلت لكم هنا ما ينوري لكم كيفاش غير مشتها قبل ما تطيب بربع ساعة حوالي اربع ساعة قبل ما تطيب دوك كل اشتيابها خدها لي حوالي نصف ساعة اربع ساعة قبل ما تطيب دت لها حبتها بطاطا قسمتها هكذا دوائر البطاطا تجي مليحة بزاف وزيتها بصور بلكم تشرب لكم هذيك العصاص وتجي مليحة ما هاد الوصفة هادية قلت لكم كاين لي در الروز انا منديش الروز ما حبيت ندر حبتها بطاطا تكفي هاي تبش تصرب لها هذيك المرقة والمرقة جي شوية تقيلة وتانيك البطاطا جي بنينا مع هاد الماكلات اليوم دوكم نشوفوها ان شاء الله هنا هنا في طبق تقديم كما راكم نشوفو خليت البطاطا طابت طابت في غردها كي طابت قفيت للنار هذيك الانصوص عقدت خليتها عقدت ودقت على الملح جنين الملح تحتها ملح قدمت هنا كما راكم نشوفو ظالة طبق هدا يا بزاف يجي ملح شوفو البرزانتاسيون تجي شادة وتانيك الحاجة الي عجبتني فيه فيه بزافة وعد لازم تقتهلم الفائدة تاعو حوسو على رجيلة والسلق نعرفو بالليك موفيد هاكذا كلاوها لكم ياكلوها لكم كامل في البيت وتديلو لهم طريقة مختلفة وتجي بزاف 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 بلنا هنا نقول لكم دربوا هاد الوصفة واكيد راحت نجحوا فيها وتعجبكم ببزاف وتدعو لي بالاخير نخليلكم هنا الفوائد تارجيلة تشوفوها كامل في الاخر نقول لكم تهلوا بالزافر وحتيكم ومع سلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر